هذا البرنامج يأتيكم برعاية اي تي اف اكس التقاعد هو احد اكبر القرارات في حياتنا وليس مجرد خطوة مالية فهو قرار يؤثر على صحة نمط الحياة والاهداف المستقبلية وفقا للدراسات التقاعد يمكن ان يعزز من صحتك وايضا رضاك عن الحياة لكن توقيت التقاعد هو ما يحدد جودة تلك السنوات فهل تتطلع للتقاعد المبكر ام تفضل الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنة يعتمد ذلك على عدة عوامل منها قد تكون الاحتياجات المالية خطط التقاعد توقعات للحياة بعد العمل الصحة وعوامل اخرى في حلقة اليوم من شفرة المال سنتناول كيفية تحديد سن التقاعد الأمثل بناء على ظروفك الشخصية والمالية وكيف يمكن التخطيط لضمان تقاعد مريح وضيف اليوم في هذه الحلقة برحم زعلور شريك ومستشار مالي مستقل في هولبورن أسيتس أهلا بك إبراهيم أهلا فقط للإفصاح بأننا كنا زمل عمل منذ أكثر من عشر سنوات في الاستشارات المالية وأيضا إدارة الثروات فمررنا بالعديد مع بعض صحيح صحيح اليوم أنا حكون رح غيري شوي من صيغة البرنامج أنا رحكون اليوم عميل عندك أوكي وبدأ تقاعد أوكي وأنت حتقودني لها الطريق شو هو أول سؤال اليوم تسأله للشخص اللي بده يتقاعد أو بده يحدد سن للتقاعد أول شغلي بقل له للعميل هو شو بده يصير يعني بده حضره للعملية الاستشارية بده حضره للعملية الاستشارية بده أسأله بقل له بده أسألك اليوم وين بدك تسير بالمستقبل أنت وين اليوم ماليا وشو عملت تتوصل حيلك على هذه النتيجة شو هن الأمور اللي سويتها وشو هن الأمور والفجوات اللي لازم تشتغل عليها سو بحضره على هذه الأسئلة وأول سؤال بسأله إيه هو حسين فكرت أي عمر أنت حيبب توصل عليه وتقرر أنه هذا هو العمر اللي بده يوقف شغل فيه بتسميه تقاعد بتسميه دمان شيخوخا سميه اللي بدكي بس فيش عمر معين حيبب توصل عليه تقول أنا هلأ هون حيبب وقف شغل خليني فرجيك أنا اليوم أجوبة اليوم الجمهور يعني أجرينا حتى استطلاع على سي أم بي سي عربية تسألنا هذا السؤال والسؤال كان في أي سن تنوي التقاعد أو تتوقع أن تتقاعد والأجوبة كانت على هذا الحال 46.7% ينون التقاعد ما بين الخمسين والستين عام أقل من خمسين أيضا نسبة لبأس بها يعني حوالي 28% أقل من خمسين عام والبعض يعني النسبة الأقل 9% بعد السن السبعين أو هو اللي حتى يمكن مبدن يتقاعدوا يستمروا بالعمل إبراهيم اليوم المشكلة ربما أن البعض يرى بأنه قد تقاعد على العمر الخمسين أو حتى دون الخمسين الخاصة اليوم بالسوشال ميديا في كتير أنه بدأ يحب تقاعد على 30 وال35 اليوم أو ما شيء العمر صار أطوض نتيجة التطور في الطب والرعاية الصحية والمادسين وما إلى هنالك ظروف الحياتية أصعب مما كانت عليه في صابق حصن تكاليف الحياة ترتفع مع الوقت فهل تراها أنه يعني بين الخمسين والستين النسبة الكبيرة اللي بتتقاعد على هالعمر حينجحوا بهذا الشيء؟ لكن هيدا الأحصاء اللي عملته حسب عمره للشخص اللي نسأل السؤال وقته بيكون عمره صغير يعني عمره بين 30 وال40 بيعطيك جواب أنه بده يتقاعد بعمر الخمسين والخمسة وخمسين بس إذا سألت شخص عمره فوق الخمسة واربعين بيعطيك الجواب أنه فوق الستين بده يتقاعد وأكيد عندك هيدا النسبة اللي هنا ما بده يتقاعده عطول بده يشتغله وبيحسوا أنه ما فيش عمر معين يتقاعد فيه بس العمر اللي واقعي هو فوق الستين بغض النظر عن الإنون البلد شو هو العمر التقاعدي كل شخص بالنهاية بيختار العمر اللي هو بده يتقاعد فيه وأسلوب التقاعدي كمان كل شخص بيختلف عن التاني مشان هيك وقته منسأل السؤال أي عمر بدك تتقاعد فيه الكلاينت الزبون بيقلنا شو هو العمر اللي بده يتقاعد فيه ومنبلش من هيدا النقطة ومنعمل عملية حسابية كتير بسيطة هلأ باقي منعملها سوا بتبين له للزبون إذا هل رائم هيدا أو هيدا العمر هيدا شي واقعي أو مش واقعي من هون مننطلق أو منخلي العمر نفسه أو مندفشه لأقدام بالنهاية نحنا بمجرد نسأل الكلاينت الأسئلة هو بيطلع بالأجوبة نحنا ولا مرة منملي على الزبون ومنقل له شو ليعمل كل شي منعمله هو منسأله أسئلة منحطه قدام الأمر الواع وهو على أساس الأجوبة تابعه بيصير يكتشف شو لازم يعمل يعني شغلتنا كمستشارين مثل أي مستشار هو نساعد الشخص هو بينه وبين حاله يكتشف الأجوبة بدل من نحنا نمليه عليه إذا بدك فينا نعمل هيدا الأكزرسايز أنا ويك طيب أنا بتقاعد على بعد 15 سنة تقريبا أوكي يعني مش لازم نسأل ديش عمرك وبأي عمر دغير فيك تسألني بدي تقاعد على ال56 أوكي يعني عمرك 41 أوكي أوكي هيدا بتنشوف إذا أنت على الخط الصح ورح تقدر تتقاعد على هيدا العمر 56 هو القرار طيب سؤال أول اللي بيسألك إيه حسين هو كيف بتشوف حياتك بعمر 56 يعني بدي إياك هلأ تتخيل حياتك عمرك 56 ورح ساعدك بالأجوبة أول سؤال بيسألك إيه بأي بلد بتشوف حياتك ساكن بعمر 56 عايش بأي بلد أكيد مع سفر بس ههو البلد الأساسي اللي حتكون عايش فيه لبنان أوكي السؤال الثاني هو وين بلبنان بأي مناطق وين تتخيل شي منطقة جبلية منطقة جبلية ليش منطقة جبلية يكون في عندي هيك بيت صغير مع أوكي توابع يعني ولكن ليس بالحياتي الفاخرة جدا أوكي وبدأ كالبيت الجبلية يكون كمان متوفر حوله الشوبينج المستشفى الفارماشية الفارماسي أتساترا أوكي طيب هيدا البيت عندك إيه أو بعد ما اشتريته تقريبا تقريبا موجود طيب فإذا عايش ببيت بالجبل عمرك ستة وخمسين سفرتين بالسنة عادي سيارة ممكن لازم سيارة بس لحد هون شخص عمره ستة وخمسين هو وزوجته وعندهم المصاريف اللي انت هلا وصفت ليها اليوم بالمعيشة تبع اليوم ما تفكر مع التضخم والإنفليشن بعد هلا من عملها أدى بحيجة شهريا ألفين دولار أوكي أنت بالنسبة لك ألفين دولار بالشهر بيكفوها سفرتين بالسنة سيارة سوشال لايف يعني بتعزم بتنعزم بتلب العزيم ما بتحرم حيلك من أمور كتير وعايش بالجبل بهالبيت هيدا ألفين دولار بالشهر هيدا ألفين دولار بالشهر اليوم المرحلة الثانية أنت عطيتني تجاوب مش أنا أمليته عليك صح هيدا البلان لألك مفصلة عحسابك عقياسك بعد كم سنة بعد 16 سنة الألفين دولار بتشتري نفس الحيات اللي بتشتريها اليوم بعد 16 سنة أو حتكون بحيجة لمبلغ أكبر تتشتري هالحيات نفس اللي هلا وصفنيها أكيد بدنا نضيفها لها أربع خمسة بالمئة كثين أعشرين تضخم الانفليشن بدك تعتبره أربع خمسة بالمئة عملية حسابية بسيطة تقريبا رح نضاف عليه خمسين بالمئة نعملها نحن والكلاينت يعني ألفين دولار بدأ تصير ثلاثة ألف دولار يعني ثلاثة ألف دولار بالشهر يعني أداب السنة نضربها بـ 12 36 ألف صلنا على المبلغ اللي أنت بحيجة لقيله سنويا أنت تقدر تتقعد عمره 56 اللي هو 36 ألف دولار سنويا الآن السؤال الأخير هو شو هو المبلغ الكبير اللي بده يعطيك هال 36 ألف دولار بالسنة شو في استثمار فيك تستثمر فيه يعطيك مردود شبه مضمون بـ 36 ألف دولار بالسنة إذا سألتك شو هني هالسلع الموجودة بالسوق اللي بتستثمر فيها بتعطيك مدخول سنويا أو شهري يعطينا مثل شو فيه شي بتحط فيه مصاري بيعطيك يعني الأسهم العقار يعني العقار أجارات العقار هاوضي عبارة عن مدخول والسندات الكوبونز تبع السندات هاوضي عبارة عن مدخول إذا بنا ناخد نسبة مئوية مرضية منا شو فيها مجازة في كبير شو هي هالنسبة 6-7 بالمئة شيل منها شوية صيانة للأبارتمنت يعني 5 بالمئة فينا نقول هايدا استثمار مفيش مجازة فيه صح؟ اوكي سو آخر سؤال 36 ألف دولار بالسنة إذا هيدا 36 ألف هو 5 بالمئة من المبلغ الكبير المبلغ الكبير أداة بيكون نقسمها على 0.5 بالمئة بيطلع لك 720 ألف دولار صحيح فإذا هيدا الهدف تبعك 720 ألف دولار لازم تكون مؤمنها بعمر ال56 إذا أمنتها بتقدر توقف شغلت وانا خلص اكتفت هال700 و أداة لنا 700 و 720 720 ألف دولار 5 بالمئة بتعطيك 36 ألف ويضع الرأس المال مضمون إن كان بالشقق أو بالسنة دايت وعم تعطيك هيدا الاستثمار عم يعطيك المدخول اللي بيكفيك تعيش فيه كل سنة أكي سو هدفك هو تجمع 720 ألف دولار لسن التقاعد لسن طيب الحمد لله سهل يعني طلعت الخبرية أوكي وفرت علي السؤال اللي بعده كيف بدأس لك قديش صرت مجمع منهم هاودي أكيد فهون نحن بنرجع من نشوف قديش لأننا في عنا أشخاص اليوم بيقول لك نحن بنطقاعد بعد 10 سنين بتجب تسأله هذا السؤال هذا نفس تسلس وزيته بس أنا مش عامل شي لحد كيف بدك تقاعد بعد 15 سنة وبعدك مش عامل شي طرد الكلاينت عمره 40 سنة من وقت ما بلشت تشغل بيقول لي عمر العشرين بلشت من العشرين للأربعين صار لك عشرين سنة بتشتغل بعد مش مجمع شي شو اللي رح يتغير اليوم أنه من هلأ لعشر سنين تبلش تجمع وتوصل على الهدف تبعك هون بيجي بيستشير بيقولنا شو في وسيل شو في أسالي بتقدر تساعدني فيها وهون ساعة منسأل الأسئلة الإضافية فنقدر نعطي النصيحة المزبوطة اليوم التأمين الصحي مش الكلمة توفرة عنده كمان صحيح فهذا كمان بلعب جزء بالمصروف بالمصروف والتخطيط هذا أنت قلت لك 2000 دولار مش عامل حساب يمكن الانشورنس على الصحة صحيح تأمين صحي استشفى وادفت على المستشفى أكيد فهذا أيضا عامل حسب كمان الواحد صحته كمان هذا بتأثر على سن التقاعد والتكاليف والمصاريف إلها وطبعا نحن منظر العام من 1970 لليوم تقريبا ارتفع معدد العمر ما بين 20 23 24 24 فهذا أيضا واحد بدي أخذ له بعن الاعتبار أنه أنا بعد هالفترة هاي قادر أنه كافي من 50 سنة كان 30 بالمية من البوبيليشن يصلوا لعمر الفائل 65 اليوم العكس 70 بالمية بيصلوا لعمر الفائل 65 بالفعل يعني أنا دائما خلال كنت عملنا كنت دائما أقول أنه ابتدأ بالتخطيط للتقاعد بعمر مبكر هلأ في ناس فاتتهم لأوقع وقت ما عملوا الخطط المفروض أنه يعملها ولكن أيضا أنه تخطط ربما التقاعد مش هو مجرد حساب للعمر الواحد بده يتقاعد فيه ولكن أيضا التحديد أيضا كفية ضمان الاستدامة المالية لما بعد التقاعد يعني هلأ ما في شي ما في شي اسمه فاتت الأوان اللي بيصير هو أنه بيرجع بيعمل الخطة طبعه لإنسان ساعة اللي بيقدر وعلى أساسها بيغير يمكن بدل ما يقول أنا بعد عشر سنين رح أتقاعد ما رح أقدر سو رح أتفشها خمس سنين لأدام بدل ما أقول رح شي العشر بل أشي لأنه الواحد يكون فلاكسبل حتى ما يحط عنده بيبلشوا يجيبوا الأجوبة من عندهم بيكتشفوا أنه منهم شوقعيين بالجواب تابعون هني لوحدهم بيقول لي طيب ليك فينا نتفشها خمس سنين نجع نعيد الحسابات بعد سنتين أوكي ضبطت هي سبع سنين لأدام مش الحال خلاص صار عنده الواقع لوين واصل وفي مثل بيقول أفضل وقت تتزرع شجرة هي من عشر سنين أفضل أفضل ثاني وقت تتزرع فيها الشجرة هو اليوم أبرهام زعرور شريك ومستشار مان المستقل في هولبورن أسيت شكرا جزيلا لك شكرا لك حسين ومشاهدين أيضا نذكركم بموقع البرنامج شيفرة المال cnpc arabia.com لأي أسئلة استفسارات بإمكانكم رسلتنا على هذا البريد الإلكتروني ونلقاكم الأسبوع القادم في حلقة شديدة هذا البرنامج يأتيكم برعاية ATFX